هذا الفيديو برعاية اوش عندنا ال MSI Z97i Gaming AC موضربورد ميني ITX من شركة MSI بيشغل لك الهازوال هازوال رفرش لبرودوال انتل 5th generation بعدين عندنا رام الهايبر اكس فيوري بتردد 1866 وكمية 116 جي بي ركبنا معالج انتل 4770 كي ونا بنشوف اذا كل شي شغال قبل اندخلي داخل الكيس جريب نكمل التجميعة لكن عندنا شمن قطعة مهمة SSD الهايبر اكس فيوري عشان نقدر نركب عليه كل لعابنا بدون اي مشكلة والوحش اللي بيشغل لالعاب MSI GTX 780 Lightplay خلنا نحاول نشغل الجهاز والظاهر كل شي شغال موسيقى اوكي شباب احنا تقريبا جاهزين نسوي تجاربنا في الالعاب لكن اول شي لازم نروح ويب سايت انفيديا ننزل لدرايفرز فتروحون ويب سايت انفيديا تخلون اسم الكارد عندكم مثلا انا عندي MSI GTX 780 Lightening فبس تروحون تخلون 700 سيريز بعد ان تختارون 780 وتقولون للوندوز النظام يا 8 ولا 8.1 مثلا 32 ولا 64 بيت ان شاء الله في فيديو ثاني باش رحكم كل هالاشية تخلون اسم الكارد وتنزلون لدرايفرز فمن وراها بعدين شنو تستفيدون اولا البروفورمانس يصير احسن يعني الاداء بشكل عام في كل اللعاب بيكون احسن مع الدرايفرز اللي اجدد وثاني شي الجي فورس اكسبرينس الجي فورس اكسبرينس برنامج حق الجيمرز اللي تستفيد منه وائد اشيه مثلا تقدر تصير ركورد حق الجيم بلاي عندك او تخلي الكمبيوتر بنفسه يشوف مواصفات كمبيوترك ويخلي احسن الاعدادات حق اللعبة حق كل الالعاب اللي عندك على الكمبيوتر اوكي شباب نبتدي مع تقنية الفيزكس تقنية الفيزكس عبارة عن حسمات مع قد تصير على الجرافيكس كارد عشان تزيد من واقعية تفاعل الاشيه في العالم اللي قاعد تلعب داخله خلي نشوف شون شغل الفيزكس نروح حق السيتنجز هاردويل اكسليريتد فيزكس سونا من اوف لنورمل او هاي على حسب قوة كمبيوترك احنا قاعد نلعب لعبة باتمان اركم اوريجنز حين خلي نشوف شلون هاي الاشيه في العالم بتتفاعل مع الشخصيات وتتفاعل مع روحها اول شي عندنا الفيزكس مسكوك على اليمين وعليسار الفيزكس مشغل شوفون الشخصيه اللي اليسار قاعد تمشي قاعد تتفاعل مع الوراق على الارض الوراق تنحني وتتحرك مع حركة الشخصيه وحتى حين لما نكمل نشوف التكملة فيه اشيه زياري قاعد تصير في العالم على صوب اليسار بالنسبة لي العالم على صوب اليمين صوب اليمين مافي شي صاير كلش مافي ولا شي ننتقل للقطة اللي عقبها وعبارة عن تشوفون الماي قاعد يتحرك وفيه دخان بعد هنا حين فيه دخان زيارة صاير تشوفون الدخان على اليسار قاعد يتفاعل بشكل كلش واقعي وصوب اليمين قليل الدخان وكلش ما في في بعض الممكنة تشوفون ان الهاواء يحرك الدخان يحرك الاوراق بشكل واقعي وعلى اليمين ما في ويد اشياء فهاي الفارق اللي بيعطيك الفيزيكس داخل الالعاب التفاعل الواقعي التقنية اللي عقبها هي تقنية الـ HBO Plus من انفيديا هاي التقنية بتزيد من واقعية الاضاءة في اللعبة عندنا لعبة Watch Dogs مع الـ HBO Plus OFF مسكوك حين لاحظوا الطفاية ورا شون بتتغير اذا شغلنا الـ HBO Plus تلاحظون ان الاضاءة صارت اكثر واقعية اخف على العين احيان مرة ثانية بنسي OFF و ON شوفون انها فوق OFF واللي تحت ON ابيكم تركزون على الجزء الفوقي من الصورة وشون بيتغير لان يصير ON تحسون ان الاضاءة صارت ناعمة على كل شيء هاي الاضاءة الناعمة تحسسك بحساس ان اللعبة واقعية اكثر خلنا نتقل للقض اللي عقبها تأكدوا شباب على الأقل 720 يكون اليوتيوب عشان تلاحظون الفارق يمين OFF يصار ON احيان بنخلي OFF بشكل كامل طالعوا البنايات من يصار ليمين لاحظوا البنايات حين لما شغل الـ HBO Plus ON بتلاحظون ان الاضاءة صارت ناعمة اكثر وواقعية اكثر احنا نلاحظ هاي الاضاءة في العالم الواقعي تكون الاضاءة اخف ما تكون اضاءة حادة على بعض تكون خفيفة على البنايات وعلى المجسمات كلها ننتقل للعبة ثانية وهي لعبة Assassin's Creed Black Flag سكينا الـ HBO Plus في الصورة الفوقية وبنسوي تبديل سريع عشان تلاحظون الفارق ناس ما تشوفون هني فـ HBO Plus في تقنيات تشابه غيرها مو من انفيديا لكن صراحة العاب نفس Watch Dogs, Titanfall Batman Arkham Origins و Assassin's Creed Black Flag كلهم يدعمون الـ HBO Plus بشكل اكثر عشان اللعبة تكون واقعية اكثر لما تشغل الـ HBO Plus وهي بيعطيك جرافيكس ما تقدر تحصلها مع الكونسول ناس ما تشوفون هني اذا سكينا الـ HBO Plus الـ Graphics بيكون قريب لكن بيكون احسن دايما على الكمبيوتر لان هاي التقنيات تستهلك طاقة هائلة من الـ Graphics Cards الـ TXA هي نوع من انواع الـ Anti-Aliasing والـ Anti-Aliasing هي تقنية لتخفيف الزوائل حادة داخل اللعبة لو سكينا كل انواع الـ Anti-Aliasing في هاي الصورة تشوفون ان الزوائل حادة على الشخصية على السيارات في الباكراوند وعلى اعلان الهوتيل ورا فشنو الحال فيه وايد تقنيات واحدة منهم تقنيات الـ MSAA وهي تقنية ممتازة لتخفيف الزوائل حادة داخل اللعبة لكن عيبها ان تستهلك وايد قوة من الكارد ووايد رام وتقلل من الفريم ريت الفيديا سوى والـ TXA اللي موجودة داخل بعض الالعاب وبهاي الطريقة تقدر تحصل نفس نتيجة الـ MSAA باستهلاك طاقة اقل من الكارد وبهاي الطريقة تحصل فريم ريت اكثر والنتيجة نصمة تشوفوا بين هاي الصورتين الـ MSAA x8 والـ TXA على الماكسيمم ستنج تقريبا نفس الشي باستهلاك رام اقل طاقة اقل وتحصل فريم ريت اكثر وطبعا انت ما تبي تلعب اللعبة بدون الـ Anti-Aliasing لان الزوايا الحادة بتشتت من تركيزك على اللعبة Assassin's Creed Black Flag عندها مثال حلو حق الـ Anti-Aliasing نشوفنا في الـ Background السفن صارت كلش زواياها حادة وكريهة بدون الـ Anti-Aliasing ضروري تشغل الـ Anti-Aliasing في هالحالة شغلنا الـ MSAA تشوفون تحسن جذري الـ TXAA بيعطيك تقريبا نفس النتيجة ونفس الشي بعاد بدون الـ Anti-Aliasing ما رب نلعب هاي الطريقة لانا تتذكر الـ Consoles الصورة الوسطية هي صورة ممتازة صراحة والصورة اللي على يمين TXAA تقريبا نفس الصورة باستهلاك طاقة أقل على الكارت وتحصل فريم ريت اكثر فالحين انا سويته انه شغلت برنامج يحسب الرام والفريم ريت في نفس الوقت بدون الـ Anti-Aliasing نشوف انه في لعبة Batman Arkham Origins الرام استهلاكه 1300 MB والفريم ريت تقريبا 120 اذا شغلنا الـ MSAA 380 نشوف ان الرام زاد 1700 تقريبا 1800 والفريم ريت قل الى 60 فريم في الثانية يعني نشوف ان الصورة ممتازة لكن الفريم ريت وايد متأثر والرام يستهلك وايد نشوف ان مع TXAA الرام 1572 اقل من الـ MSAA لكن اكثر من الـ Anti-Aliasing الفريم ريت تشوفون زاد زاد تقريبا 10 الى 20 فريم نقارن الثلاثة يام بعض نشوف الفروق نوع الـ Anti-Aliasing كل اش صورة سيئة الـ MSAA ضرب 8 والـ TXAA تقريبا نفس الشيء والفريم ريت بيكون اكثر على TXAA خانت حاجة عن 3D gaming على الكمبيوتر في عدة طرق عشان تلعب الععابك بالـ 3D لكن حسيتهم معقدين اسهل طريقة معانها شوي غالية انك تشتري نظارات 3D Vision 2 من NVIDIA هاي نظارات مخصصة حق الـ gamers كل شيء فيها مخصص حق الـ gamers عشان تلعب الععابك على الكمبيوتر 3D لكن لازم عندك شيين غير هالنظارات اول شيء لازم يكون عندك Graphics Card NVIDIA GTX يدعم 3D Vision وغير تشيدي بعاد في القوة ان يشغل اللعبة بالـ 3D لان 3D يطلب قوة اضافية غير القوة اللي تحتاجها عشان تشغل اللعبة ثاني شيء بتحتاجها شاشة او شاشة لابتوب بتدعم الـ 3D Vision عادة ان تكون هالشاشات 120 هرتز سرعتهم او سرعة التردد عليهم اسرع عشان تدعم الـ 3D واذا عندك كل هالاشياء بس تروح الـ Control Panel حق NVIDIA وتسوي الـ Setup حق الـ 3D Vision ومن وراها تقدر تلعب كمية هائلة من الالعاب بالـ 3D فيه العاب الـ 3D فيها موائد زين وفيه العاب الـ 3D منها ممتاز وفيه العاب الـ 3D Vision Ready اللي مخصصة مسوينها حق نظارات الـ 3D Vision من NVIDIA فعلى حسب اللعبة الـ 3D بيشتغل بشكل ممتاز او بشكل سيء بعض كروت انفديا تدعم تعدد الشاشات حق الـ Gaming وانفديا يسمونها الشيء لـ NVIDIA Surround عادة موائد يسألوني ليش والسابة انت تلعب بثلاث شاشات وعادة يقولون قعد تبالغ ولا شيء صراحة ايه مبالغة؟ هي مبالغة في الـ Gaming لكن صراحة الشعور اللي تحصل لما تلعب اللعبة شعور خيالي ليش؟ لأن الشاشة الوسطية هي الشاشة اللي تركز عليها والشاشتين اللي يمين ويسارك يكونون عبارة عن شاشات تدعم حواسك عشان تحس باحساس الحركة في اللعبة مثلا انت في سيارة قعد تنتقل الى الامام الحركة اللي من يمينك ويسارك تحس جنة في سيارة صجية نفس الشعور تحصل في الـ First Person Shooters تركض جدام تحس ان الحركة قاد تصر من حولينك نفس الواقع الشيء الثاني بعد لما تلعب الملتي بلاير وشيء تحرك من يمينك بتقدر تلاحظ وبسرعة تفتر بالماوس وتصوب على الشخص اللي يركض من صوبك وحين بتي المبالغة العدلة 3D Vision على عدة شاشات فمثلا عندك ثلاث شاشات 1080p 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 وكلهم 3D يعني بتحتاج كمية هائلة من الطاقة على الكمبيوتر Graphics Card خرافي SLI وكل هالأشياء عشان تشغل هاي التقنية لكن منعم يقول تخيلوا هاي الفكرة عندك ثلاث شاشات أشياء قعتي لك Surround وفي نفس الوقت هاي الأشياء 3D فبتحس انك سجد خلال لعبها ولا أشياء قعتي في ويهك صراحة أحس هاي التقنية مبالغ فيها وبتحتاج وايد فلوس عشان تصيوا هاي الشيء لكن يمكن فيه عوالم يبوني يجربون هاي الشيء تذكر شباب من بعد ما شفناك كل هالتقنيات لازم تختار Graphics Card الصحيح على التقنيات اللي انت تبي تشغلها مثلا اذا عندك Physics على اللو ما يحتاج لك Graphics Card وايد قوي تقدر تشغل لك Graphics Card متوسطة لقوة لكن اذا تبي تشغلك TXA على ضربها ربعة وتبي تشغل Physics على الهاي وال HPAO على الهاي وفي نفس الوقت تبي تلعب 3D Vision كل هالأشياء بتيلك بتكلفة وهي تكلفة Graphics Card اللي اقوة اللي بتحتاجها عشان تشغل كل هالتقنيات مع بعض اوكي شباب حين من انتقل للموضوع Giveaways مقدم من شركة انفيديا الجائزة عبارة عن GTX 750 Ti كارت شاشة حق الجيميك كل اللي عليكم تسوينا تروح لنا الرابط اللي في الـ description ومن خلالها تجاوبون شمسة اللي تعلق بال GTX 750 Ti والتقنيات اللي تحجيني عنهم ومن وراها انفيديا بتختار اسم واحد من اللي جاوبه صح وباضطرش لهالجائزة شكرا شباب لمتابعتكم على هالفيديو وان شاء الله نشوفكم في فيديو ثاني